موسيقى مجزوة الأخبار من قناة الجزائران ونمشاهدين أهلا بكم بداية صدر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الفتح نوفمبر من 2020 للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور صدر في الجريدة الرسمية وسيتم وضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت الورقة البيضاء تعني الإجابة بنعم على مشروع تعديل الدستور أما الورقة الزرقاء تعني بالإجابة بلا على مشروع تعديل الدستور في موضوع آخر صرحت وزيرة التضامن الوطني كوتر كريكو أن قطاعها قدم دعما نفسيا لذوي الاحتياجات الخاصة قبيل اجتيازهم امتحان نهاية السنة وأضفت خلال استضافتها بالقناة الأولى أنه تم تسجيل 239 مترشح لاجتياز شهادة التعليم المتوسط و353 مترشح لاجتياز البكالوريا وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تلقي عديد الاتصالات عبر نافذة للاستشارات الأسرية يصهر عليها الطباء كما تم القيام بخرجة ميدانية بالتنسيق مع وزارة التربية واليونسيف لهؤلاء المترشحين بمؤسساتهم لتقديم الدعم النفسي والمعنوي وأضفت أن الوزارة تسعى لمواصلة تقديم المساعدات والبرامج لمناطق الظل بالإضافة إلى مرافقة الشباب من خلال مزج الأليات الاقتصادية مع الأليات الإدارية والعمل على تخفيف البيروقراطية ورغمنات القطاع تبحث السفير الروسي لدى الجزائر مع المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية حول استئناف الرحلات الجوية بين البلدين وأشار بيان للسفارة إلى أن الطرفان تطرقا إلى أفاق استئناف الرحلات الجوية بين البلدين فضلا عن قضايا تعاون الأخرى ذات الاهتمام المشترك دعت سفارة الجزائر بالدوحة جميع أبناء الجالية الجزائرية المقيمين بدولة قطر لتجيل في القوائم الانتخابية حيث أعلمت سفارة الجزائر بالدوحة اليوم جميع أبناء الجالية الجزائرية المقيمين بدولة قطر أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستتم في الفترة ما بين 20 و 27 من سبتمبر الجاري ودعت سفار المواطنين والمواطنات الذي تبلغ أعمارهم 18 سنة كاملة إلى غاية تاريخ الفاتح من نظمبر 2020 ولم يتم تسجيلهم من قبل في القائمة الانتخابية التقدم للمصالح القنصلية في الفترة المشار إليها أعلى قصد إتمام هذه العملية حتى يتسنى لهم القيام بمواجبهم الانتخابي في الموعد المحدد تم انطلاق أشغال الدورة العادية الثانية لسنة الجرية للمجلس الشعبي الولائي لولاية البوليدة حيث تم التطرق إلى مدى تنفيذ توصيات المجلس وجودة الأعمال المنجزة والاهتمام بانشغالات المواطن والنهوض بالقطاعات الحساسة المزيد في تقرير زميلة نسيمة مجيدي انطلقت أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي لولاية البوليدة لعام 2020 برئاسة السيد عبد الرحمن سوالمي حيث أطلق على اسم الدورة دورة المجاهد شهيد الواجب عبد القادر لكحل بحضور والي ولاية البوليدة السيد كمال نوصر والسلطات المدنية والعسكرية تم التطرق في هذه الدورة إلى مدى تنفيذ توصيات المجلس والتأكيد على تظافر الجهود من أجل تجسيد المشاريع التنموية والاهتمام بانشغالات المواطن من خلال تكثيف الخارجات الميدانية خاصة في مناطق الظل والنهوض بالقطاعات الحساسة لا سيما سكان الصحة الموارد المائية الفلاحة والاستثمار وغيرها دراسة مدى تنفيذ توصيات المجلس الشعبي الولائي المصادق عليها من الاهتمامات الأولى لولايتها بصفة عامة وفي إطار توجيهات السلطات العليا للدولة والمتعلقة بإحصاء والتكفر بالمناطق المهمشة والمحرومة وما قسطرح على تسميتها بمناطق الظل وكذلك التوصيات المنبثقة عن اجتماع الحكومة مع الولاد فإن انخراطنا في هذا التوجه وهذه الإرادة كمنتخبين جعل المجلس الشعبي الولائي بولاية البوليدة يولي الاهتمام الأكبر لهذا الملف وهذا من خلال تكثيف الخراجات الميدانية للجان والاحتكاك بالمواطنين عبر أقليب الولاية والاستماع إلى مشاكلهم ثم رفع العديد من هذه الانشغالات إلى السلطات التنفيذية للنظر فيها وما يقارب من حوالي 383 منطقة ضل عبر أقليب الولاية عبر أقليب كل الولاية بحوالي 1574 من مشروع قيد الإنجاز ومن بين هذه المشاريع أهمها الأشغال العمومية تهيئة وطرقات والمسالك وشبكات الصرف الصحي والمياه الصريحة للشرب والتربية والصحة والطاقة الكهرباء وغاز وشبكة الانترنت إلى الإنارة العمومية يمثله ملف مناطق الظل من أهمية اجتماعية وخاصة أن السلطات العلية العمومية للدولة يعني أعطت لها اهتمام كبير في عدة مناسبات ومن خلال ما أوردته في كلمتي هذه أود أن تكون لجنة مختلطة ما بين الإدارة والمنتخابين من أجل المعاينات الميدانية لا سيما فيما يتعلقوا بجودة الأعمال المنجزة وكذلك المتابعة فيما يتعلقوا بي أما في الأخبار الدولية قامت السعودية بتشكيل لجنة لتنظيم ألية عودة العمرة خلال الفترة المقبلة ونقلت جريدة الوطن السعودية عن مصادر أن اللجنة رفعت عدة مقترحات وتصورات للجهات العليا المعنية وأضفت الجريدة أن اللجنة تتكون من أربع جهات حكومية وتضم كل من وزارة الحاجة قول والعمرة والصحة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والأمن العام ومن بين المقترحات المطروحة أن يتم البدء بعمرة الداخل وبعد ذلك بعمرة الخارج وأن تكون بأعداد محدودة ومواعيد ثابتة بالإضافة إلى تفويج مقنن ممثل وقريب من تفويج الحجاج بساعات وأوقات معينة وأضاف المصدر أنه سيتم إطلاق تطبيق أو منصة يتم من خلالها التقديم لغرض أداء العمرة بهذا مشاهدنا نصل إلى ختام هذا الموجز الإخباري شكرا على خصن المتابعة تقبلوا مني تحياتي وتحيات فريق العمل في مدلسة ترجمة نانسي قنقر